تحل اليوم الذكرى السنوية ثانية لما لحمت كمين البرثة التي سطر فيها جنود وأبطال القوات المسلحة من أعضاء الكتيبة 103 صعقة بطولة حقيقية جسدت بسالة وفداء الجندي المصري بعدما حاول أكثر من مئة فرد من الجماعات الإرهابية المسلحة بأحدث الأسلحة تدمير الكمين عظم شهيدك كل دم يسيل على أرض مصرية عظيم الجاه والكل حرف في اسمه وتهجاه منسي وشبراوي وصلاح وحسنين وخالد مغربي مع مجموعة كبيرة من رجال القوات المسلحة أبطال سطروا ملحمة عظيمة عن بسالة الجند المصري في سبيل الزودة عن تراب وطنه في مثل هذا اليوم قبل عامين لم تكن مقولة إما النصر وإما الشهادة مجرد شعار بل عقيدة آمن بها أبطال كمين البرث جنوبي رفح في مواجهة مع مجموعة من العناصر الإرهابية فكان لهم ما أرادوا نصر ملحمي وشهادة عظيمة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فنالوا أجرا ارتقوا به إلى منزلة الأبرار والصديقين والشهداء بعد موقعة حربية أظهرت تفاصيلها أنها لم تكن مجرد هجوم إرهابي بل عملية مكتملة الأرقان تخطيطا وتنفيذا وتمويلا لكن أبناء الوطن الشجعان الذين ضحوا بدمائهم حتى آخر قطرة أبوا إلا أن يردوا كيد الأعداء في نحرهم ونجحوا في إفشال مخططهم دون تحقيق أي من أهدافه الدنيئة على أرض الفيروز المروية بدماء الأبطال الزكية انتهت المعركة بعد صمود وثبات كان ثمنه أرواح رجال شدائد صاعدت إلى بارئها بعزة وشرف بخط ثابتة وعزيمة مطلقة لكن أيضا نجح أبطال القوات المسلحة في قتل العشرات من عناصر الغدر الإرهابية في رسالة واضحة مفادها أن حماة الأرض أصود جسورة لا تخشى الموت فداء للوطن الله أرحمه ألف رحمة تنزع علي الشهيد المنسي بطل الأبطال مصر بطل مات عشان خاطر بلدنا عشان خاطر البلد عشان خاطر مصر عشان خاطر إحنا نعيش نشكر طبعا كل أهالي الشهداء وخصوصا شهيد أحمد منسي اللي قدم حياته فداء للوطن فرحمة الله إليه وربنا يرفعه ويسر أمور أولاده ويسهل لهم في الدنيا إن شاء الله كلهم حاجة الشهيد منسي الله أرحمه اللي هيفضل معانا في قلوبنا كلنا لأن اللي عمله يعني يعني يثبت أن مصر فيها أولادها رجالة المنسي رجل ضحب حياته بروحه وبأهله وبولاده وبزوجته في سبيل مصر والإرهاب وكده وربنا يجعله في الجنة حي يرزق والله الشهداء ده يعني ضحب أغلى حاجة عنده اللي هي روحه في سبيل اللي نحن نعيش في أمان والبلد تهيش في أمان فطبعا نحن نتمنى لهم بالرحمة عند ربنا وربنا يا ربي يغفر لهم وما هم ماتوش شهيد مماشي لا تحصلون الذين قدروا في سبيل الله أمواتا بل أحيانا عندهم يرزقون نتمنى نحن نوصل للمكان اللي هم وصلوا لها بإذن الله يكونوا شهداء عند ربنا سبحانه وتعالى فيه كتير قوي من الشهداء قرمتهم الدولة زي الزابة منسي بنتمنى طبعا ربنا يتغمدهم برحمته شرف لأي حد أن ينقل الشهادة دي والله يرحمهم ويجمعنا بيوم على خيئ ويكونوا سبب في دخلنا الجنة إن شاء الله من أشهر ضباط السعقة في مصر وتصدى للإرهابيين لوحده الفترة بس استشهد في الآخر طبعا اسمه معروف وتضحياته العظيمة عشان الشعب المصري أكيد تفضل محفوظة أنصيدا أسمو الأستورة من أسوان المأمورا ألو ألو ألو